هيدا الحساب مأيد موقتاً نظراً لو وجود نشاط غير عادي عليه هيدا التحذير طال حسابات عدد من الصحفيين والنشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومعد فيهن يفتحوا حساباتهم أو يكتبوا عليها تلفزيون نشرة تواصل مع مختصين ورجحوا أنه السبب المفترض تعرض الحسابات لريسات يعني محاولات لتغيير كلمة السر أكتر من مرة وليحم تويتر الحساب بيلجأ لتوقيفه لفترة معينة بتختلف بين شخص والتاني واستبعد المختصين أنه يكون السبب مخالفة معايير أو سياسة الموقع الرابط بين أكتر الأشخاص اللي انحضرت حساباتها هو دعم ثورة 17-21 أو نشر أخبار عنها وبهالموضوع أطلقت منظمة سماكس مبادرة السلامة الرقمية لمساعدتها الأشخاص والمنظمات والتجمعات لحماية نشاطاتهم على الإنترنت سماكس بتساعد كل شخص بيلجأ له لاستعادة حسابات التواصل الاجتماعي المخترقة استعادة الحسابات المتوقفة تحصين المواقع الإلكترونية من الهجمات تقديم تعليمات عامة حول السلام الرقمية كيف بتكون طريقة المساعدة؟ المنظمة بتتواصل مع صاحب الحساب وبتجمع معلوماتها اللازمة ومن بعدها بتقدمهم للشركة بهدف استرجاع الحسابات سماكس ساعدت صحفيين ليستردوا حساباتهم بعد ما توصلت معهم ورفعت تقرير على تويتر وبعد ما توصل تلفزيون نشرة مع المنظمة أكدت إنه بوابة مفتوحة لأي شخص اتعرض لحالات قمع بحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي المادة 13 من الدستور اللبناني بتنصع لحرية إبداء الرأي بالحكة أو بالكتابة ورغم تطور المجتمعات وإنفتاحها عم تشهد مواقع التواصل وجود لجيوش إلكترونية إسلحة البلوك أو سرقة الحساب اللي بيكتب ضده فهل حذر حسابات الناشطين والصحفيين ممكن يكون في حدا وراء؟ ما تنسوا تعملوا سبسكريب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك